الأستاذة فكرية أحمد مدير تحرير جريدة الوافد مساء الخير يا فندي على مشاهد خير عليك وعلى كل المشاهدين يعني عرضنا الحقيقة عدد كبير من القرارات في التقرير لكن يعني الحقيقة يهمني أركز مع حضرتك على قرار إعفاء 20 ألف طن دواجن مجمدة من الدرائب الجمركية لصالح الشركة القبضة لتخفيف العبق على المواطن وقبلها كنا عندنا خبر أنه الاتحاد الأوروبي حيبعت 100 مليون يورو لمساعدة غزائية لمصر بسبب ارتفاع الأسعار يعني تتوقعي أن ده يعني يأثر تأثير ملحوظ في السوق وفي الشارع على معاناة المواطن من الأسعار المرتفعة هو طبعا أتمنى أنه يأثر لكن احنا لازم طبعا نشير أنه 20 ألف طن ده مش كمية كبيرة يعني هي لأن احنا لو عرفنا نحنا استهلاكنا مثلا الشهري بالنسبة لمصرين حوالي 150 ألف سنة شهريا من الدواجن البيضاء بس طبعا المنتج المحلي بيغطي نسبة 95% منها وده أنا بقوله عشان أطمئن المنتج المحلي وأصحاب المزارع عشان ما يقولوش يا ده هيجيبوا دواجن مجمدة ومعطامر الدرائق سيحصل إغراق للسوق وإحنا كده هنقعد ما نعملش حاجة يعني هي كمية نفسها مش كبيرة وفي نفس الوقت ما تنفسش التخطية من الإنتاج المحلي ده لازم نأكده عشان نطمئن المنتج المحلي إنه هو مش هيحصل لإغراق ولا هيبقى فيه أي تأثير تلبي لكن هو يمكن عشان نغطي بس استهلاكنا الزيت في شهر رمضان اللي هو بيزيد بنسبة من 30% إلى 45% المصرين بيستهلكوا كميات طبعا من اللحوم بصفة عامة خاصة اللحوم البيضاء في شهر رمضان فيمكن الإجراء ده علشان إنه نغطي شوية الزيادة في الاستهلاك وعشان يمكن كمان أنا أخشى إنه نسمع صوت نادي يقول لك إلغوا وقت ضرائب والرسوم على استيراد الأعلاق عشان المنتج المحلي لا طبعا هيبقى صعب أو ممكن إنه طالب بتخفيض ده عشان برضو نشجع المنتج المحلي لكن أنا بأشير هنا برضو من ضمن قرارات مجلس الوزراء إنه في حاجة إيجابية للمزارعين والمنتجين وأصحاب المزارع المحلية بتاعت الدواجن إنه هو زي ما حضرتك عشرت إنه في مبلغ معونا بالنسبة للاتحاد الأوروبجي فيه كمان حاجة تاني قرار وزاري بتعديل اللي هو المبلغ اللي بيضاف المنحة بتاعت المساعدة اللي هي منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم زيادتها من 4.5 مليون إلى حوالي 77.89.000 دولار ده عشان إيه؟ عشان نشجع المشروعات كلها موجهة للمشروعات التنموية الزراعية والتنمية الريفية يعني شوف إحنا خدنا قرارين النهاردة أو مجلس الوزراء خد قرارين قرار إن هو يريح يعني يعمل شوية راحة للسوق بالنسبة للمستهلك في الدواجن وفي الأسعار وفي نفس الوقت بيطمئن اللي هو المنتجين المحليين وأصحاب المزارة وأصحاب المزارة بتاعت الدواجن إن إنت هو إحنا وقفين جنبك وإن إحنا بنديه مبالغ زيادة للتنمية الريفية لذاتة الدخل وزيادة إنتاج صغار المزارعين فده بالتالي بيبقى هو من التطمئنة الدلع الثالث أستاذة فكرية هو إن أنا رائب رقابة من حديد عشان ما هو مش يقول لك خلاص أنا متطمئن وما فيش إغراق أعلي الأسعار زي ما أنا عايز وكل واحد في محيطه كام شارع اللي بيبيع فيهم يقدر يقول أي حاجة هو فيه فراخ هو إحنا لقيين هو فيه استراض هو فيه مش عارف أعلاف فيبيع بقى بالسعر اللي هو عاوزه لأ حضرتك ما هو يعني إحنا دلوقتي فيه جانبين الجانب اللي هو إن فيه حاجة تنافسية إن إنت لو ما يعني ما وقفتش الصبل الارتفاع الجنني في الأسعار وبدأت تديها بسعر معقول بيتناسب مع اللي هو القيمة اللي أنت بتهلكها أو اللي بتنتج ديها هذا المنتج إن أنت تقدم لنا بسعر معقول بدون مبلغة وإلا هو أهي والوزارة بتبتديها تفتح لك وإحنا مش عايزين نهدد لأ إحنا بنقول إن فيه بدائل بالنسبة للمستهلك لو أنت ما عملتش ضبط للأسعار مع نفسك بجانب الرقابة بتاعة وزارة التنوين والوزراعة يبقى إحنا بالتالي هيكون فيه عناصر تانية طبعا لإنقاذ المواطن أو المستهلك من إيدين التجار أو المستغلين الجشعين لأنه ما ينفعش برضو وقال لك لا إحنا بنستورد أعلى في غالية ما إحنا بنعمل يعني فيه تكلفة عالية فإحنا مستوردين ماشي كل ده يبقى معمول حسابه في حد السعر العادل كل ده يبقى معمول حسابه في حد السعر بالضبط كل ده مرضود عليه إن أنت عندك فيه بدائل أخرى أيها المواطن المصري لو أنت حاسيت أن فيه مغالاة مبلغة لا عندك فيه منتج مستورد دلوقتي هيغطي لك جزء من احتياجاتك وده مش هيشكل خطر أو تنافس على المنتج المحلي فبالتالي المنتج المحلي يعني يرفق بنا شوية طيب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بقى كمواطنة مش كإعلامية حضرتك وكل سنة وانت طيبة بشهر رمضان من خلال مشاهداتك في العائلة وفي محيط الأصدقاء وفي العزايم وفي الاحتفالات في الفطار وفي الصحور وحتى لو عندك مشاهدات في المحلات هل حستي فعلا إن المواطن المصري في أي مكان بدأ يتخذ من التدابير إنه ما يحطش أكل كتير على الفاضي وإن السفرة تبقى مليانة وإن يبقى فيه أكل يترمي وإن يبقى زائد عن الحاجة في ظل الأزمة اللي العالم كله بيعيشها ولا إحنا عادي يشغالين لا 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 أكيد إحنا يمكن السنة دي إحنا كل سنة كنا بننفق ثلاث أضعاف دخل المواطن المصري اللي بينفقه شهريا في شهر رمضان يعني إحنا كل شهر لنا مبلغ معين في شهر رمضان يعني بننفق 300% وده بيشكل أعباء على المواطن فطبعا إحنا السنة دي نتيجة ارتفاع الأسعار أنا شفت بنفسي طبعا العزائم يعني أو الولائم قالت بقى فيها كميات مقبولة ومحدودة ما هياش طبعا بخل لكنها كميات تغطي ما فيهاش فائد ممكن إسراف أن احنا نرميه ونتخلص منه لأنه كان السنين الفاتت بتحصل ولائم فيها بازخ وإسراف خطير جدا ونتخلص من كميات كبيرة جدا من الأكل تاني يوم بعد العزوم وده حرام طبعا أساسا لا من الدين ولا من الرحمة أن احنا فيه ناس بجعانا في الشارع وأن احنا نهدر هذه الكميات وننفق ملياراتها في سندق الزبالة طبعا ده حرام فأعتقد أن غلاء الأسعار عمل لنا نوع من الردع النفسي شوية مع أنفسنا أن احنا نعيد حساباتنا مع أنفسنا ونبتدي أن نكون شوية يعني الأوروبيين يا أستاذنا بيجيبوا الحاجات بالوحدة والله وده مش بخت على فكرة ده من بعد الحرب العالمية التانية بالموزة بالوحدة واللمونة بالوحدة لا لا حدثك والغاية دلوقتي لا الغاية دلوقتي أنا عيشت 20 سنة في أوروبا بيقى الغاية دلوقتي بالمية جرام والمص كيلو يعني ما فيش الكميات المهولة وده مش بخت وكل ما بيحتاج حاجة بينزل يشتريها عشان ما تبصش منه في التلاجة أو بره ويرميها فده نوع من السرف والبزخ طبعا احنا دلوقتي في غينة عنه في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتمث العالم كله ومش بس دماته أنا أصدت أقول إن ده منذ انتهاء الحرب العالمية التانية وأصبحت ثقافة سائدة عند المواطن الأوروبي خليه أسألك هل من قرارات أخرى هامة صدرت النهاردة من مجلس الوزراء بس تهم المواطن بشكل مباشر غير بقى انتفاع الأراضي والحاجات الإدارية دي علشان نحس بيها إنه حيقلل العبق عليه في الظرف اللي احنا فيه يعني يمكن عندنا اللي هو قرار صحي اللي هو بنتم نقل بعض المستشفيات والمراكز الصحية تم نقلها من اللي هو المراكز اللي هي المراكز الطبية المتخصصة تم نقلها إلى الهيئة العمل الرعي الصحية وده معنى إيه؟ احنا عانفين إن المراكز الطبية المتخصصة دي كانت بتقدم طبعا وما زالت بتقدم خدمة رأية جدا للمواطنين خدمة طبية سواء للمصريين أو الأجانب في الجانب الرعاية الصحية وكني نحن نضم هذه المراكز الطبية المتخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية عشان نستكمل بيها منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ده بيعتبر خطوة مهمة جدا بالنسبة للوزارة وبالنسبة لمضالة التأمين الصحي الشامل اللي احنا بنحلم بيها منذ سنوات والليها بدأت تدقها بالفعل في برسعيد وبعد المحافظات وإنها ماشيين فيها فعلا يمكن بخطوات حكيثة شوية أو بطيئة لكن يعني خلال إن شاء الله فترة قليلة من الأعوام هتكون المنظومة دي بقيت منظومة تأمين شاملة ورعاية تأمين شاملة لكل فئات الشعب هي المراكز دي المراكز دي تعتبر قطاع خاص مش كده لا هي تابعة لوزارة الصحة لكنها متخصصة طيب زي ايه يعني يا فندم بما أنها بقى تابعة لوزارة الصحة نقول مفيش مشكلة زي ايه يعني يعني مثلا عندنا في بعض المستشفيات في بعض المحافظات إن جاء مش في ذاكرة دلوقتي لكن يعني فيه هيئات من الرعاية الصحية تم نقلها يا زي مستشفى الكبد مثلا في محافظة مستشفى الأسر الدولي مثلا فيه مستشفى أسمع مستشفى الأسر الدولي يعني يمكن جات لي في ذاكرة دلوقتي تم نقلها برضو من أمانة المراكز الضبطية للهيئة العامة للرعاية الصحية ودي طبعا المستشفى الأسر الدولي دي كانت بتقدم خدمات راقية جدا وما زالت بتقدمها للمصريين والأجانب فإحنا كده ضمننا إن احنا هنقدم مستوى راقي من الخدمات الصحية للمواطنين يعني نقدم خدمة بتعادل خدمات المستشفى الخاصة أو الرعاية الخاصة اللي هي بينفق عليها المصري ألفات الجنيهات لكن احنا ضمناها دلوقتي تحت منظومة التأمين الصحي ودي خطوة تحسب بصراحة لوزارة الصح شكرا جزيلا أستاذ فكري أحمد مدير تحرير جريدة الوفد